انطلقت إذاعة صوت مجلس التعاون من مملكة البحرين وستستمر حتى الثامن من ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة عقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتهدف الإذاعة لتوحيد صوت جميع إذاعات دول مجلس التعاون خلال فترة عقاد القمة للنقل والتركيز على أمال وتطلعات شعوب دول المجلس والنتائج المرجوة من القمة لما فيه خير وازدهار دول المجلس وشعوبها كيفما تدار الموجة وما انثبت صداها في سماء الإعلام المسموع تراها وقد ارتدت ثوب الخليج العربي بحلة لها طابعها الخاص صوت مجلس التعاون تنطلق عادة على مدى السنوات الماضية لمدة ثلاثة أيام يوم قبل القمة ويومين في القمة هل مرة لا احنا طلقناها قبل من يوم الأحد تقريبا لمدة يومين قبل القمة ويومين القمة ويوم أيضا بعد القمة لمناقشة ما تتمخض عنها هذه القمة حلمنا أو تطلعتنا أن يكون صوت مجلس التعاون 24 ساعة على مدى السنة كاملة ليس فقط مجرد انطلاقة قمة مجلس التعاون نخبة من الإعلاميين الخليجيين تولوا زمام انطلاق إذاعة صوت مجلس التعاون من سماء مملكة البحرين التي ستجد مساحتها الكافية عبر أثير إذاعة هنا الخليج العربي فهي التي تجيء بالتزامن مع قرب انطلاق الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف توحيد صوت جميع إذاعات دول مجلس التعاون خلال فترة انعقاد القمة لإبراز أهم الموضوعات التي سيتم طرحها على جدول أعمال قادة مجلس التعاون الملائمة بالتأكيد مع تطلعات وأمال دول الخليج العربي في إتمام مضامين الرغبة المشتركة باتحاد خليجي يجلب معه أجود المنافع لشعوب الخليج هذه العام يمكن هناك ميزة خاصة بصوت مجلس التعاون أنه لأول مرة ينطلق عبر أثير إذاعة هنا الخليج العربي من مملكة البحرين هذه الإذاعة التي جاءت لتكمل أوجه التعاون الإعلامي بين دول المجلس من خلال وجود صوت ينقل يمكن نبض كل أبناء دول المجلس عبر هذه الإذاعة صوت مجلس التعاون إن شاء الله سيتطرق إلى كافة المواضيع التي سوف تطرح إن شاء الله على جدول أعمال القادة دائما نسعد أحنا كإعلاميين بوجودنا في هذه البوتقة الإعلامية التي ننطلق مع أخوان المستمعين من صوت المنامة جميل أن نجد الإعلام البحريني يذهب إلى الكويت الإعلام القطري يذهب إلى الإمارات الإعلام العماني يذهب إلى المملكة العربية السعودية هناك تنوع في أشكال البرامج التي تبث هناك لقاءات هناك تقارير هناك أيضا استطلاعات للرأي وأنت تعلم أيضا أهمية رأي المواطن الخليجي حول بعض الموضوعات المهمة التي تلامس حياته بشكل يومي إذاعة أتت لكي تصل إلى أفراد المجتمع بمجموعة من الرسائل التي تهمه تحمل مجموعة من الأخبار النبوآت الجميلة لمستقبل قادم إن شاء الله خليج يجمعه صوت واحد عذب لا ينفك في توجيه رسالته الإعلامية لتكون ضمن سقف تلك الطموحات التي تلازم المجتمعات الخليجية في قيام إذاعة موحدة تأتي بمثابة منصة مفتوحة تختال بتفردها في الاستماع إلى هموم ومطالب وتمنيات شعوبها بشكل شمولي يطال جميع دول المجلس ومن مكان واحد جاءت بمهمة تقضي بإطلاع المستمع الخليجي أولا بأول على كل ما قد تخرج به القمة الخليجية من قرارات غير مسبوقة تحاكي مصالحه الحياتية بدرجة كبيرة إذاعة صوت مجلس التعاون منارة إعلامية تم توظيفها ضمن إطار منمق تخاطب الفرد الخليجية لتضعه داخل مجريات الحدث الذي طالما ينتظر مجيئه كل سنتين لتلفزيون البحرين محمد الشيدات